عرب هتبقى يوم 22 اكتوبر مع النجم الساحلي ويا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراة قادمة يوم الحد ان شاء الله المباراة تكون ساعة سبعة ونص بتوقيت مصر كل التوفيق لفريقنا ايضا الجابوني كوستوني او توجو كوستوني الفريق حكم المباراة هو حكم يعني هيكون لهذه المباراة اتمنى زي ما بيقول كابتن حسين بدري ويمكن المباراة الفاتحة كان فيه بعض الكلام عن الحكم فعلا هو كان محجمك شوية في بعض الاوقات حجمك ولكن الامور الحمد لله باراضتنا وبتركزنا يعني خلتنا نتفوق بشكل كبير على فريق الترجي من خلال طبعا بمجهود اللاعبين ومجهودنا كلنا يعني اكيد نادي الاهلي وفريق نادي الاهلي كان في احسن حالته في هذا اليوم خصوصا في الشوت التاني فان شاء الله الحكم الجابوني ان شاء الله يبقى في احسن يوم لي واحسن شكل لي وحطة العدل تبقى موجودة يمكن هذا الحكم ادار مباراة مصر وغانا واللي فاز فيها منتخابنا الوطن اتنين سيفو ده يدعو للتفاعل بشكل كبير تلات لعبين من الاهلي في التشكيلة المثالية لدور النصف النهائي اختار الاتحاد الافريقي تلات لعبين هم احسن عشور وعلي معلول ووليد سينيمان في تشكيلة المثالية في الدور النصف النهائي طبعا بجانب عمر مرعي اللاعب المصري المميز اللي احرز هدفين لفريق النجم السحلي في فريق اهلي ترابلوس ايضا مستر ركتور كوبر بيعلن عن سبع لعبين من النادي الاهلي بينضمه طبعا للمنتخب الوطني ان شاء الله يكون معسكر يوم اثنين اكتوبر يعني بعد مباراة الاهلي بيوم هم طبعا مستر ركتور كوبر اختار احمد فتحي وشريف اكرامي عبدالله السعيد حسام عشور وصالح جمعة وسعد سمير ورامي ربيع بالاضافة طبعا لثلاث لعبين من فريق نادي الزماليكم احمد شناوي طريق حامد وعلي جابرو يمكن كان اختار مستر ركتور كوبر 15 لعب واحترف بالاضافة طبعا لعبين المصريين سواء بقى من الاهلي او الزمالك كده القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني هم 25 لعب كل توفيق لمنتخبنا الوطني بعمر الله زي ما بلوكو قالت فوز البنزارتي من تدريب الترجي ده وضع طبيعي زي ما بنقول او قال لنا استاذ علي عثماني ان ده موجود او مبرم العقد مع فريق الترجي مع كابتن فوز البنزارتي ان هو لو ما وصلش الدور قبل النهائي يقال لكن طبعا هو راجل يعني كابتن فوزي كان مدرب مخضر ولكن الحمد لله كابتن حسام واللعبين تفوقوا في هذه المباراة بشكل كبير زي ما كانت بقول لكم كانت هي مباراة عقول يعني في الاول مباراة عقول ما بين اتنين مدربين وبينفزها على الارض الواقع مجموعة من لعبين اعتقد النادي الاهلي كان التفوق بالنسبة له في الشوت التاني هو الروح والاسرار والرجولة في الاداء هو اللي خلانا نوصل لهذه المرحلة وده يا رب ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا بأمر الله في هذه المباراة عزيزي ولكن النهاردة دوري ابطال اوروبا طبعا الجولة التانية في دوري ابطال اوروبا في المجموعات دوري المجموعات اكيد مباراة صعبة وتستمر تمتحت كرة القدم من خلال هذه المباراة طبعا نابولي هيلعب في نورد ومنشستا يونيتد هيلعب شاختار الاوكراني وبروسيا دورتمونت هيلعب النهاردة ريال مدريد مباراة قوية لريال مدريد امام بروسيا دورتمونت وابريول القبروسي امام التوتانام الانجليزي وبشكتاش مع لايفزج الالماني وموناكو هيلعب بورتو البرتغالي واشبلية مع ماريبو السلوفاني وسيرت سبارتاك موسكو مع ليفربول انجليزي مباراة النهاردة يمكن المباراة القبلي كده التي تلعبت في الجولة الاولى كان ليفربول مع أشبلية تعادل 2-2 وتوتنام مع بروسيا دورتموند فوز لتوتنام 3-1 وفي نورد غلب من منشستر الناتل 4-0 فوز لمنشستر سيتي 4-0 وريال مدريد مع بيول بروسي وفوز لريال مدريد 3-0 أما بشكتاش فاز على بورتو البرتغالي 3-1 ومريبو السلفاني مع سبارتاك موسكو تعادل إيجابي 1-1 وشغطار الأوكراني مع نابولي الإيطالي وفوز شغطار على نابولي 2-1 ولايفزيج بيتعادل مع موناكو الفرنسي أيضا تشيلسي بيهزم 6 نتيجة كبيرة طبعا كريكا الأزربيجاني 6-0 طبعا الكرة الأزربيجانية ممكن إلى حد ما بعيد بشكل كبير دوري انجليزي دوري قوي تشيلسي من الفرق المقدمة في الدوري انجليزي في فاز 6-0 مانشستر يونيتد مع بازل وفاز مانشستر يونيتد 3-0 أيضا روما بيتعادل مع أتليتكو مادريد 0-0 وبرشلونة طبعا فوز على يوفينتوس ممكن تقلق ميسي في هذه المباراة بهدفين لميسي في هذه المباراة أعتقد أن ميسي بيعود لمستوى مرة أخرى وبيقترب من الكرة الزهبية يعني منافسة في شكل كبير مع كريستيانو رونالدو أيضا يعني الانتين منفسين كل سنة بنشوفهم ما شاء الله مع بعض بنفسه بشكل كبير على الكرة الزهبية أيضا باورن ميونيخ بيهزم اندرلاخت البلجيكي 3-0 والومبياكوس اليوناني بيهزم سبورتينج لجبونا بيهزمه أو بيكسب سبورتينج لجبونا 3-2 سلتيك الإسكتلندي مع باريس سان جرمان وفوز باريس سان جرمان 5-0 في هذه المباراة وبنفيكا البرتغالي مع ساسكا موسكو وفوز ساسكا موسكو 2-1 طبعا زي ما أقول لكم هي مباراة بتبقى لمتعة كرة القدم محبي كرة القدم الأوروبية نهاردة طبعا هيكون كلام كتير في هذه المباراة خصوصا يعني إحنا بنستمتع جدا بيه الدوري أو دوري أبطال أوروبا زي ما رقينا بنستمتع بدوري أبطال أفريقيا اللي النادي الوحيد المصري في هذه البطولة موجود هو النادي الأهلي ومكمل ده دعوتكم طبعا باستمرار لوجود النادي الأهلي في هذه البطولة حتى النهاية والفوز بيه وتحقيق النجمة التسعة وده اللي احنا نتمناه عشان كده زي ما كنا بنتكلم على مدار الأسبوع قبل مباراة التراج الدعم من خلال أعلام الدعم من خلال جمهورنا وده حصل فعلا من خلال جمهورنا الدعوات دايما ده استمرار لفريقنا ده مهم جدا 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 والصيقة اللي موجودة مننا ليهم دي كبيرة جدا وأعتقد أنهم بيترجموها في شكل كبير بفوز باستمرار يا رب بأمر اللي مباراة صعب أمام النجمة السحلي وأكيد زي ما بقول لكم استعدادات ليهم هتبقى مختلفة فريق لسه مطلع فريق تونسي من أسبوع أكيد سيف غزال هو بيتكلم بيلعب على الحتة النفسية نحن خرجناكه قبل كالة في 2007 ولكن الوضع بيبقى مختلف التركيز بيبقى مختلف للعبين دلوقتي النشوة اللي موجودة عند فريق النادي الأهلي والحماسة اللي موجودة سواء بعد الجهاز الفني والمجلس الإدارة واللعبين والجمهور هيخلي اللعبين إن شاء الله بأمر اللي احنا محتاجينه تحقيق نتيجة جايبة أنا اسمعت مبارح كابتن محمد إبراهيم المدارب العام بفريق أهل ترابلس هو بيتكلم على فريق النجم السحلي وإن النادي الأهلي قادر على الفوز هناك وهنا في مصر إن شاء الله لكن طبعا ده ما بيجيش المكسب غير بالمجود بالتركيز بقرية الخصم بقرية أنت أخطائك وتصلحها بشكل كبير أثناء طبعا الأزواء اللي أنت قاعد فيه كل ده مهم جدا جدا من الجهاز الفني وأعتقد أن بداية أنت تتعامل مع مباراة بشكل جيد هو وجودك واستقرارك في تونس وعدم العودة للقاهرة هنا في الفترة دي الأسبوع ده هيفرق كتير جدا سواء بقى من الرحات أو عودة المصابين زي سعد سمير زي وليد أزارو زي وليد سينيمان مهم جدا عودة المصابين لأنه مؤثرين جدا سواء بقى نحن بنتكلم سعد سمير واحد من اللاعبين المميزين في خط الدفاع مؤثر بشكل كبير غاب عن المباراة لكن كان فيه واحد رجل أيضا لاعب مميز جدا اسمه محمد نجيب لما بيبقى موجود بيبقى من أفضل اللاعبين موجودين في المباراة لا في صراحة يعني دايما ما بنطلب لعب وزي نقوله هو لعب النادي الأهلي كده انت وقت ما بتحتاجه بتلاقيه موجود بتلاقيه عنده حتة الرجولة والروح العالية والروح الفنانة الحمراء موجودة بشكل كبير فبالتالي فعلا محمد نجيب أثبت أنه هو لعب مميز ولكن سعد سمير بيعود للتشكيلة أو بيعود للتدريبات الجماعية مع الفريق فدي حاجة أيضا بتضيف قوة لقوة الدفاعنا بشكل كبير وتضيف كمان لكابتن حسين البدري اختياراته إنه هو في الحتة دي يبقى سعيد جدا أنا دلوقتي عندي سعد عندي نجيب عندي رامي عندي كل اللاعبين المميزين اللي قدروا يشتغلوا في الحتة دي عودت أيضا وليد سليمان وتقلقه في المباراة اللي فاتت ومجهوده كبير في مباراة الترجي يعني دي حاجة مميزة وليد أزارو اللي كان عنده إلى حد ما شد خفيف رجع بشكل كبير يعني الحمد لله الفريق مكتمل الفريق بيتمرن بشكل سليم حالة نفسية جيدة نتيجة الفوز ونتيجة طبعا الأمل إن شاء الله والتقاهب ليه إن شاء الله للفوز أو التحقيق نتيجة إيجابية في تونس للمرة التانية في أقل من أسبوعين أو أقل من عشرة أيام ده المهم جدا من فريق النادي الأهلي لأن طبعا للسعداد قبل المباراة هو ده اللي بيخليك تيه وقت المباراة عندك حيثة التركيز عندك حيثة إن أنت تنزل تقدر تنفس كل تعليمات المدرب تنفس حتى التعليمات اللي بتيجي من مخك وتبقى أنت عايز تعمل إيه في المباراة ده بيبقى تجهيز يا جماعة قبل المباراة بفترة طويلة طبعا كل التوفيق لكل الفريق إن هما زي ما بيقول لكم الحالة الفنية في اليوم ده هو ده اللي بيفرق دايما باستمرار إن أنت تبقى مكتمل الحالة بدنية أعتقد إن كابتن أنيس الشعلالي تشغال معاهم أيضا الأسبوع ده بشكل كبير في حتة البدني سواء بقى طبعا بيبقى فيه درجات في الحتة دي أنت لسه لعب ماتش قوي ولكن بتبتدي تريح يومين ثلاثة في حتة البدني وتيجي تعمل يوم كده بدني قوي وبعد كده تبتدي تنزل بالحملة تانية عشان تخش المباراة وإنت فريش كده عندك حتة القدرة على بزل المجهود بشكل كبير لكن طبعا كلنا ثقة في كل أعضاء الجهاز الفني في حتة التدريب في حتة التوصيل المعلومة للعبين وأيضا اللعبين في حتة الروح اللي هتبقى موجودة في حتة الأمل وعدم الإبتعاد عن بطولة أفريقيا هذا الموسم خصوصا إن الحلم قرب بشكل كبير يعني حلم إن أنت تحصل على النجمة التسعة قرب إنت دلوقتي موجود في الدور قبل النهائي يعني المشوار فاضل عليه ماتش هنا وماتش هناك إنك توصل للنهائي ثم بقى إن شاء الله في انتظار نتيجة الفريقين الآخرين طبعا مش عايزين نقاطة ولا حاجة ولكن سواء بقى الوداد أو اتحاد العاصمة يعني زي ما يقول المربع الزهبي موجود فيه أربع فرق عربية وهو ده قوة هذا الموسم أو قوة البطولة فيه هذا الموسم دائما بيكون زي ما يقول فيه منافسة قوية ما بين الفرق العربية في البطولات مش في بطولة دوري أبطال بس ولكن طبعا ما تبقى موجودة في دوري أبطال أفريقيا هي سيطرة لدول شمال أفريقيا بالكامل العربية فبالتالي الحساسية بتيجي من هنا القوة وقوة المنافسة في المباراة وشراصة المباراة بتيجي من هنا ولكن دائما النادي الأهلي الأجهز دائما النادي الأهلي هو الأقوى وان شاء الله طبعا بمجهود اللعبين ومجهود الجهاز الفني ومجهود مجلس إدارته ومجهود طبعا جماهيره اللي دائما داعمه لفريقه بشكل كبير دائما احنا شايفين ده تدريب فريق النادي الأهلي في تونس كل اللعبين بينتظموا في التدريب وليد أزاره هو بيجري مع الفريق بشكل جماعي كابتن حسام كابتن سيد معاوكتن أحمد أيوب كابتن محمد أبو العلا كله بيقوم بدوره كابتن سيد حافيز بيقوم بدوره وتجهيز ما يترتب عليه من انتقال الفريق من رادس لمدينة سوسيا أو مدينة الحمام أكيد كابتن سيد يقوم أيضا بمجهود كبير عشان نريح اللعبين في حتة الإقامة في حتة مكان التدريبي بقريب من الإقامة أيضا دي حاجات طبعا بتبقى صغيرة أو حاجات بسيطة ولكن بتفرق كتير في مستوى اللعبين ويفرق كتير في شكل الفريق ولكن يا رب إن شاء الله كلهم يبقى بالتوفيق ليهم كله زي ما بقول لكم عندهم حالة السعادة تانية تبقى موجودة مرة تانية في تونس هاي دي اللي احنا عايزين وجايين كده في الطيارة بأمر الله من تونس تبقى الحالة المعنوية عالية عشان شاء الله مباراة يوم 22 في نفس البطولة أو مباراة العودة بالنسبة لفريق النجم جونر أجايه طبعا موجود أمامنا على الشاشة واحد من اللعبين الموايزين ميدو جابر كريم ندفد حسين السيد نجيب اللي كنت باتكلم عليه أحمد فتح قلب الأسد أيضا مؤمن زكريا وليد سليمان متعب كابتن فريقنا القوي شريف إكرامي اللي بيتمرن واللي كان واقف على رجله وكان سبب من أسباب فوزنا فيه هدي المباراة وثباته في المرمى في شكل كبير لكن طبعا كلنا عندنا ثقة في اللعبين كلنا عندنا الأمل إن شاء الله في وصولنا للأفريق عزواليكم وزي ما قلتلكم قبل كده أو قلت المعلومة إن المهندس محمود طاهر هيكون موجود في تونس يوم الخميس بأمر الله عشان يقدر اللعبين للمرة التانية المهندس محمود طاهر كان موجود كرئيس للبعثة في المباراة الأولى وزي ما قلتلكم كان موقف جريء من المهندس محمود طاهر خصوصا إن أنت فيه أنا متعادل اتنين اتنين في القاهرة ولكن وجوده كرئيس للبعثة هو ثقة للعبين ثقة منه وللعبين ثقة فيه إن النادي الأهلي كان هيعد هذه المرحلة أو هيعد هذا الدور وده في حد ذاته هو ده النادي الأهلي هو ده رئيس النادي الأهلي لما يبقى متواجد مع الفريق في هذا الموقف هو ده دايما مش بيفكر بقى لا ده ممكن الفريق يخسر الفريق يطلع فأنا يبقى أنا الشكل مش حل وتأثر بشكل كبير على موقفي القادم يعني الموضوع مش بقى موضوع انتخابات أو موضوع حب للنادي موضوع حب للفريق ومؤذرته بشكل كبير وثقة أكبر بشكل كبير مع الفريق هو ده اللي احنا عايزينه دايما حبك للنادي وحبنا للنادي يخلينا نبعد عن أي مهاطرات خارجية لو كنا هنتكلم قبل كده أو كنا بنتكلم على انتخابات ما كانش ينفع أبدا قبل مبارزة الترجي وحاليا دلوقتي مش هنتكلم في أي حاجة خالص لأن احنا هنا قناة لفريق النادي الأهلي وفرق النادي وكل المعلومات الخاصة بفرق النادي وهذا الكيان الكبير كل التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي في المباراة قادمة أمام النجمة هنكمل طبعا كلامنا ومستمرين تغطيتنا من قناة النادي الأهلي وأستاذ الأهلي لطبعا المعسكر القائم في تونس والمباراة القادمة لكن خليني أطلع لفاصل بقى واستقبل ديوفي وليد الحديدي وإحمد أصم هنتكلم على الأهلي وأيضا على المباراة النهاردة مباراة القوية لدوري أبطال أوروبا موسيقى